تحركة كبيرة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري من اجل منع مقاطعة سنية للانتخابات اللبنانية وضرورة ان تقف جميع الطوائف السنية في وجه ابو رغال لكي لا يفوز بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبالتالي عمق من سيطرته على لبنان فقد افدت صحيفة الاخبار بان السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري زار رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق فؤاد السنيورة بمنزله قبل يومين من الافطار بحضور السفير الكويتي عبد العاس لمان القناع واشارت الاخبار وفقا لمعلوماتها الى ان البخاري اكد لرئيس الحكومة الاسبق ان الرياض تبارك الحركة الانتخابية والذي يقوم به لعدم ترك الساحة خالية امام حزب الله ونقلت الاخبار عن المصادر قولها ان عودة السفير ولقاءته تعبير عن عدم تحبيد السعودية للمقاطعة السنية للانتخابات وضرورة ان تكون الطائفة السنية جزءا من المشهد الانتخابي اللبنانية وهو ما بدى ينعك سورتي حلد بعض القوى السياسية السنية والتي تراهن على ان يساعد النشاط السعودي في تحفيز السنة على المشاركة في الانتخابات والتصويت لملء الفراغ الذي خلفه غياب الحريري ولفتت الصحفة الى انه بحسب معلوماتها فان البخاري سيرعى في الفترة المقبلة اجتماعات للم شمل الحلفاء الذين فرقتهم الملفات الداخلية ويعادة تجميعهم من جديد في مواجهة العهد وحزب الله تمهيدا لفترة ما بعض الانتخابات وربطا بالاستفافات والتحولات التي تشهدها المنطقة وقد اقام السفر السعودي لدى لبنان ولدى البخاري افطارا حضره عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين بينهم رؤساء جمهورية وحكام احزاب سابقون حضر الافطار رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي وزير الزراع عباس الحاج وممثلا لرئيس المجلس النواب نبيه باري ورئيسان السابقان امين الجميل وميشيل سليمان ورئيسان الحكومة السابقان فؤاد السانيورا وتمام سلم وعلى صعيد السفراء لدى بيروت شارك في الافطار كل من السفر الفرنسية انجيريو والسفر الامريكية الدورثيشية والسفر البريطانية انكولارد ومبعوثة الامم المتحدة يوانا فرونسيسكا وسفر الكويت وقطر وعلي اكد رئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي الاثنين انه سيزور المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان في مؤشر على تحصن العلاقات مع المملكة بعد عودة سفيرها الى بيروت بعد سحبه خلال خلاف دبلوماسي وكانت المملكة العربية السعودية ودول الخليج من الجهات المانحة الرئيسية للبنان لكن العلاقات توطرت لسنوات بسبب تنمي نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من ايران وعلنت السعودية والكويت واليمن الخميس الماضي عودة سفرائها الى لبنان في مؤشر على تحصن العلاقات والتي وصلت الى ادنى مستولها العام الماضي عندما سحبت المملكة ودول الخليج الاخرى سفرائها وقالت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في بيانة نشرته وكالة الانباء الرسمية وص ان الخطوة تأتي استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتادلة في لبنان واضاف البيان ان القرار السعودي يأتي ايضا تأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبنانية من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجية ووقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والامنية والتي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجية وبحسب البيان السعودي اكدت المملكة اهمية عودة جمهورية لبنان الى عمقها العربي متمثلة بمؤسستها واجهزتها الوطنية وان يعمى لبنان الامن والسلام وان يحظى شعبه بالاستقرار والامن في وطنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة